خليني أخذك يعني ورغم كل المقدمات اللي هكذا كلامت فيها لكن معظم جبهين النادي الأهلي حاست أنه بعد رحيل مستر المسلماني ومن أول ما كابتن سامي قم صنطة ولر مسؤولية ابتدأي نحس أنه عارف كلمة مصطلح عودة الروح ابتدأي نحس أنه اللعيبة فائت أنه كيرف واسبك من نتايب يعني بصرف النظر أنك أنت تعديلت مع الزمالك وأنك أنت خسرت من سموح لكن كورة الأهلي لعابة الأهلي حاستنا أنهم ثم استفاقوا كذا زي ما بيقوله باللغة العربية وكيرف الأداية ابتدى يرجع يعني مش هقول زي الأول لكن بقى أحسن من الفترة اللي سبقت الفترة دي بص أنا بقيت بقيت كلامك دون مية في المية أنا كوجة نظر الشخصية كمشير حنفي أن النادي الأهلي اللي أربع خمس مطشوات اللي يعبهم مع سامي قم صان يختلفوا تماما على المطشوات مع المسلماني يختلفوا تماما عن المطشوات أو المطشوات بتاع مبارح أو المطشوات اللي قابله مع بيترو جات لأن حسنا فعلا أن سامي ممسون قد حرية للعيبة في الهجوم بقى فيه أداء بقاش فيه لعيب متكتف ليه إحنا منقول مع سامي كانت فيه كرة كويسة برضو هو هنا اللعيب عايز المدير الفني إحنا طبقاتنا كده كلعيبة مصرية حتى الجيل بتاعنا أما كان المداري بيأخذ أجازة وكافتين أحمد ميرو عليه رحمة الله يمسك كنا إحنا بنبقى فائقين أكتر مع المدير الفني اللي مساكنا ليه لأن حتة التعاون بيننا وبين المدرب المساعد بيبقى عارف عننا كل حاجة يعني أنا بقوله على كل حاجة اللي أنا زعلان منها اللي أنا بقعد احتياطي ليه فبيتكلم معايا المساحة اللي موجودة بينك وبينه غير المساحة مرتبطة بعضيها أكني أنا بكلم أخويا أكني بكلم والدي فهي هنا بنت مع سامي أمسون بدأنا الحس للنادي الأهلي فعلا اللعيبة فريه اللعيبة مجهودها عالي جدا التاكتك بيتنفس بطريقة كويسة جدا في كورة بتختلف عن الأداء المسلمين أي مدير فني أجنبي اشتغلت معايا كان بياخد معاك ومع الفرقة يعني مش بس مع كابت المشير مع الفرقة عموما يعني وقت قد إيه عشان أنتوا تحسوا أنه راجل أو تقرؤ الراجل ده بيفكر في إيه وعايزكم تنفزه إيه في الملعب وإيه طريقة لعبه من أول ما يبتدي بتاخد معاك ومعاك ومعايا وقت قد إيه لما يبقى فيه يعني انسجام بينكم ومبينهم برضو بيبقى فيه اختلاف عن دلوقتي لأن إحنا ما كانش فيه يعني ما صادفش معانا إن فيه مدرب أو اتنين خلال الموسم وتغير فالمدرب يبقى معاك لا حتى لو من أول الموسم يعني مدرب جي أول الموسم عشان الفرقة تحفظ تفهم فكره وتطبق الإسلوب أو الطريقة اللي الراجل جاي يلعب بيها ويحط بصمته مع الفرقة ده بياخد وقت قد إيه تقريبا كابتن موشيل بيقى فيه التفاهم والتناغم ده بين جهاز فني أجنبي وبين الفريق ككل لا بتاخد وقت طبعا عبد بل انتباع بتاع المدير الفني الجديد يعني عكس على اللعيبة أسلوب لعبه طريقته معاملته لا بتاخد وقت احنا برضو احنا يعني المدرب الجديد ده ده لوقت حاليا احنا بنتكلمش في أي حاجة لسه قدامه وقت يقايم اللعيبة قدامه وقت يشوف اللعيبة يعني قدامه وقت يقايم كل اللعيبة وانما هو جاي يوم أو يومين وماتش يوم أو يومين أو ماتش فحتى العكسات بتاعته على اللعيبة مش هتبان دلوقتي خالص احنا برضو قرويا لازم ندينه مساحة ولازم ندينه وقت عشان يبقى هو عارف كل لعيب ويقدر يحط التشكيل بتاعه هو اللي هو شايفه